هنا العلاقة بين الحركة الخطية مع الحركة الدورانية هنا يوجد التعريفات بتاع الحركة الخطية المسافة المقبوعة دلتا اكس جسم يتحرك من XI ل XF قضع مسافة مقدارها دلتا اكس السرعة في هذه الحالة المسافة على زمن التسارع الخطي المسافة على زمن وقضع مسافة على زمن تتحرك على محيط دايرة مثل تزاوية مقدارها وانتهت بزاوية مقدارها فهينا الانجل و حصل up the p al cf و حصل تغير في الداوية Ahmed و إيجيل دلتا set غير دلتا سيت وبالسم Short يريد إن دلتا سيتا راديان راديان D.iyan D Cont لنتهي مقياسها cum V لعنه hey H لكني مقياس دلتا x هو مقياس grande لكن كالديان ذاوية C 001 pedacea هي عبارة اك اشتديه فقد وني كنتcer كن مقياس يبقى بلا بانا دلتا أشتديه يبقى أن هنا راديان قطع نهت الحالس في الحياة بالزاوية. هاتقابل ب meetings qui 에ся true ذورانية او سرعة الزاوية. هي الامجة. سرعة الزاوية يعبا عن معدد تغير الزاوية بالنسبة للزمن. هنا كان السرعة الخطية معدد تغير ومسافة بالنسبة للزمن. لكن السرعة الزاوية هي معدد تغير للزاوية بالنسبة للزمن. يبعين راديانس بير ساكند اور رفيولوشان بير منت دورة كول دقيق. برضو زي ما إذا عملت السرعة الزاوية سأعمل التسارع الزاوي. التسارع الزاوي معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن. سيقوم بإن راديانس بإن راديانس بير ساكن سيكوير. هذا العلاقة بين Linear Definition و Rotational Definition.